اشتركوا في القناة وشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة ولدى وصول صاحب الجلالة كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة واسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل واسمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من عضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى معربين عن بالغ تقديرهم لهذه الرعاية الكريمة التي تعكس دعم وتشجيع جلالته للفرسان المشاركين ولهذه الرياضة العريقة وقدم اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه بالإضافة إلى كافة الاستعدادات التي حارص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على تحضيرها للمشاركين في السباق وتبادل جلالته الأحاديثة مع الفرسان متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى منافسات السباق وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه الفارس الشيخ محمد بن مباركة الخليفة من فريق بيكتوريس بطلا لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للقدرة والفارس حمد جناحي من فريق كي اتش كي بالمركز الثاني والفارس عبد الرحمن الزايد من فريق بيكتوريس بالمركز الثالث مشيدا بما حققوه من مستويات متميزة ونتائج متقدمة أهلتهم لهذا الفوز بما يصهم في رفع كفاءاتهم وجاهزيتهم واستعدادهم للمشاركات في السباقات والمنافسات الإقليمية والعالمية وأثنى جلالته على الجهود المثمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تطوير رياضة سباقات القدرة باعتبارها إحدى ممروثاتنا التراثية الأصيلة والمحافظة عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية في التنظيم والإعداد الجيد لهذا السباق والحرص على تهيئة أفضل الإمكانيات أمام فرسان المملكة للمحافظة على حضورهم القوي والمؤثر في مختلف المنافسات مشيدا جلالته بما حققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة في السباقات العالمية والذي رسخ من مكانة مملكة البحرين الرفيعة وسجلها المتميز على خريطة سباقات القدرة وأعطت الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان المملكة منويها بالمشاركة النجحة لفرسان الدول الخليجية الشقيقة في السباق والتي تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين الأشقاء وأكد حفظه الله ورعاه على الدعم المتواصل لرياضة القدرة البحرينية وتوفير كل مقاومات النهوض بها وتطويرها لرفع راية المملكة على منصات التتويج الإقليمية والعالمية معربا جلالة العهل المفدى عن شكره لجميع الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة والذي يؤكد حرصها على دعم هذه الرياضة العريقة ومختلف الألعاب الرياضية في المملكة بشكل عام مقدرا جلالته جميع الجهود التي بذلت لإنجاح هذا السباق وإظهاره بالصورة المشرفة متمنيا للجميع دوام التوفيق خدمة لرياضة سباقات القدرة الجدير بالذكر أن الرعاة رسمية لبطولة كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدولية لسباق القدرة برعاية كل من شركة البحرين السلكية واللاسلكية باتلكو وشركة ألمني والبحرين ألبا وبنك البحرين الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة هاوس مي وشركة شيفرون وشركة سينو للمقاولات والعقارات وأسكون اشتركوا في القناة تشجيع التراث مهم ما في أحسنون الفرونسيين شبحتون الله يطول عمره شبحتون الله يطول عمره العمر تبقى وانتبقى يالله وانتبقى يالله وانتبقى يالله وانتبقى يالله وانتبقى يالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا